موسيقى العمل الصالح في كل مجال مو بالضرر واحد يقول آني لست بثري ما أتمكن الإنفاق في سبيل الله مثلا العمل الصالح لا يتوقف على الإنفاق في سبيل الله قسم منها عبادات هذه ما بها مؤونة أصلا وقسم منها حسن المعاملة هذه ما بها مؤونة وقسم منها خدمة الناس هذه أيضا ما فيها مؤونة نحن نعرف بعض الناس هؤلاء يخدمون الناس خدمة كبيرة وهم لا يملكون شيئا لماذا؟ لأن له جاه إلى ماء وجه كلمة مسموعة ولذلك يستفيد من هذا الجاه في خدمة الناس أو في خدمة الدين أو في خدمة الإسلام وكل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان يوم القيامة يسأل عن تلك النعمة هل أدى حقها؟ أم لم يؤدي حقها؟ وفي الحديث الشريف لكل شيء أو لكل نعمة زكاه كل شيء إلى زكاة الزكاة لا ينحصر في غلات الأربع والأنعام الثلاث والنقدين هذه الزكاة الواجبة بشروطها المذكورة في الفقه كل شيء فيه زكاة لذا نقرأ زكاة العلم نشره مثلا زكاة الجاه أن الإنسان يستفيد منه في خدمة الناس ينقل أحد العلماء الكبار هذا حانت منيته فكان يبكي في حالة الاحتضار قيل له أنت صاحب الأياد البيضاء تشرفت بلقاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وخدمت الدين وألفت الكتب وفعلت كذا وكذا وكذا فمما بكاؤك؟ قال وهو في حالة الاحتضار والنازع إن الله سبحانه وتعالى ما أنعم علي نعمة إلا وصرفت تلك النعمة في سبيله تعالى اعطاني فلوس صرفتها في سبيل الله اعطاني مقدرة صرفتها في سبيل الله كل شيء اعطاني الله سبحانه وتعالى اعطاني علم صرفت في سبيله تعالى كل شيء اعطاني صرفت في سبيله إلا أن الله سبحانه وتعالى رزقني ماء وجه ولم أرق هذا الماء في سبيله تعالى لم أرق ماء وجهي في سبيله أي نعمة بعد ماء الوجه هل أرقتها في سبيل الله فأنا الآن أخشى أنه في يوم القيامة أو في القابر إذا سئلت عن هذه النعمة فأقول أنه لم أؤدي حقها شنو يكون جوابي أمام الله سبحانه وتعالى فأحد تلاميذة قال لآني بالنيابة عنك سأريق ماء وجهي في سبيل الله نيابة عنك وفي اليوم الثاني بعد وفاة ذلك العالم في حرم أمير المؤمنين زيان هذا تلميذة هو الخليفة له والنائب له فجلس في مصلاه وصلى صلاة الفريضة في صحن حرم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قام هذا العالم الذي يهس مثلا من هاليوم بدأت مرجعيته والتفت إلى الناس وقال لهم أيها الناس هناك فقير محتاج فأنتوا ساعدوه زيان وأني أجمع الفلوس وشال دشداشته شايفين بعض الأحيان الإنسان يشيل دشداشته يريد يخلي بيها حاجة أو كذا وجعل يمشي بين الصفوف حتى يلقون الناس أموال في الدشداشة فأجوه قال له له سيدنا وشيخنا شيخنا هو شيخنا أنت أجلس إحنا راح نجمع قال الله بعدين بعدما جمع الأموال وأعطاها للفقير قال له له أخو شيخنا أكو طرق كثيرة أنت ليش اختارت هذا الطريق قال له أنه أنا فكرت أنه أسرع شيء يمكن إسه هذا الليل الليلة أول قبر عنده وأنا وعدته بأن أريق ما أوجه نيابة عنه في سبيل الله سبحانه وتعالى فكرت هو أي طرق موجودة بس طريق عاجل غير هذا الطريق ما يجي في بالي على كل حال العمل الصالح نتيجة العقيدة الصحيحة السليمة ترجمة نانسي قنقر